هل خرج النزاع في السودان عن السيطرة؟ الحرب التي باتت أكثر شراسة اتسعت رقعتها مؤخراً بين الجيش وقوات الدعم السريع لتخلف عشرات القتلى والجرحى هذه المرة استفاق السودانيون على حصيلة قتلى تعد الأكبر منذ بدء الصراح عشرات القتلى سقطوا نتيجة غارة استهدفت سوقاً جنوبية العاصمة الخرطوم منطقة معظم سكانها من العاملين الذين وقعوا في براثن الفقر المطقع حتى باتوا عاجزين عن تحمل تكلفة الهرب من العاصمة قوات الدعم السريع اتهمت في بيان لها الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم بالإضافة إلى شن ضربات أخرى بينما نفى الجيش مسؤوليته عن الهجوم ملقياً اللوم على الطرف الآخر يأتي ذلك بعد ساعات من اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال درفور غربي البلاد أصفر عنها كذلك ثلاثين قتيلاً بحسب بيان للجيش صراع شريس يتمدد كل يوم حاصداً منذ اندلاعه في الخامس عشر من أبريل نحو سبعة آلاف قتيل وفق أحدث أرقام منظمة أكليد غير الحكومية والتي ترجع أن تكون الحاصيلة الفعلية أعلى خصوصاً في ظل انقطاع الاتصالات في عدة مناطق ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما اشتباكات ضرية دفعت نحو خمسة ملايين شخص من إجمالية عدد سكان السودان إلى ترك منازلهم والنزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار ترجمة نانسي قنقر